السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة بويبو أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد فهذا الفيديو إن شاء الله سنشارك معكم كيف حصيبت دولاب قياس 2 متر فالدولاب سيكون بهذا الشكل إن شاء الله فتابعوا معي الفيديو إلى الأخير ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليسلكم الجديد بإذن الله فهذه القطع لا تحتاج إلىها قطعة قياس 50 سنتيم على 2 متر قطية وقطعة أخرى قياس 50 سنتيم على 2 متر ستكون شابو قطعة أخرى قياس 196 سنتيم و 4 ميليم على 50 سنتيم ستكون قاعدة للدولاب وقطعة قياس 190 سنتيم و 2 ميليم على 40 سنتيم ثم الأبوب تحتاج إلى باب قياس 187 و 4 ميليم على 70 سنتيم و بابان قياس 66 سنتيم على 187 سنتيم و 4 ميليم احتجت أيضا قطعة قياس 8 سنتيم على 196 سنتيم و 4 ميليم و 7 قطعة قياس 38 سنتيم على 64 سنتيم و 2 ميليم بدأت بالقطعة التي قياسها 196 سنتيم و 4 ميليم على 50 سنتيم قمت بجتبت فيها القطعة التي قياسها 8 سنتيم على 196 سنتيم و 4 ميليم قمت بالدخول من الأمام بـ 2.5 سنتيم ثم قمت بتتبيت القطعة التي ستكون في الأمام قمت بحفر أماكن البراغة بـ 160 ميليم ثم قمت بتتبيت القطعة مع بعضها قمت بتتبيت القطعة قمت بتتبيت القطعة بعد ما قمت بتجبيت القطعة التي قياسها 8 سنتيم على 196.4 ميليم مع القطعة التي قياسها 50 على 196.4 ميليم قمت بإضافة قطعتين قياسهم 8 سنتيم في الوسط لكي يكون الشاسي قوي ومتين قمت بقسم المسافة على 3 ثم قمت بتجبيت القطعتين في الوسط بهذا الشكل قمت بتجبيتهم من الأعلى ببراغ قياس 5 سنتيم قمت بس الم Beng قمت بس المنزل قمت بس المعمر قمت بسارة قدا مسحكي قد ممز قatching بعد ذلك قمت بتتبيت ديمونطابل فراشة في الشاسي بهذا الشكل قمت بتتبيت الدخول من الأمام بعشرة سنتيم ومن الخلف بستة سنتيم بهذا الشكل قمت بتتبيت ديمونطابل ببراغي قياس سنتيم ونصف بعد ذلك قمت بتركيب ديمونطابل في قاعدة الدولاب أخذت الجوانب قمت بتعليم الجزء العلوي ثم قمت بتتبيت ديمونطابل فراشة قمت بالدخول من الأمام عشرة سنتيم ومن الخلف ستة سنتيم ثم قمت بتتبيت ديمونطابل قمت بتتبيت ديمونطابل من الأمام عشرة ستة سنتيم ونفذي بعدما قمت بتثبيت الديمونطابل في الأعلى قمت بتجميع قاعدة الدولاب مع الجانب الأيمان بهذا الشكل قمت بوضع القاعدة على الجانب بهذا الشكل ثم قمت بتثبيت الديمونطابل بفراغي قياس سنتيم ونصف بعدما قمت بتثبيت الجهة اليمنى بنفس الطريقة أيضا قمت بتثبيت الجهة اليسرى بهذا الشكل بعدما قمت بتثبيت الجوانب مع الهيكل السفلي للدولاب الآن سأقوم بتجميع السبارات مع الهيكل السفلي للدولاب قمت بتقسيم المسافة على ثلاثة يجب أن تكون المسافة متساوية ثم قمت بالتعليم بالركاب بهذا الشكل ثم بعد ذلك أخذت القطاع التي قياسها 190 سنتيم واثنين ميليم على أربعون سنتيم قمت بالتعليم الجزء العلوي من الجزء السفلي ثم قمت بالدخول 6 سنتيم من اليمين ومن الياسر وقمت بتثبيت ديمونطابل فراشة ببراغي سنتيم ونصف ترجمة نانسي قنقر ثم قمت بتركيب ديمونطابل في القطاع التي قياسها 192 ميليم على أربعون سنتيم قمت بتجميعهم مع الهيكل السفلي للدولاب ببراغي قياس سنتيم ونصف بهذا الشكل قمت بتثبيت القطعة الأولى في اليمين ثم القطعة الثانية في اليسار بهذا الشكل بعد ما انتهيت من تجميع الجوانب والقطعة التي في الوسط مع الهيكل السفلي للدولاب أخذت القطعة التي ستكون في الأعلى وقياسها 2 متر على خمسون سنتيم قمت بتقسيمها على ثلاثة بهذا الشكل ثم قمت بالتعليم بالقلم والركب ثم قمت بتشبيت الجوانب في اليمين وفي اليسار واحدة في اليمين واحدة في اليسار ثم بعد ذلك قمت بتشبيت القطاع التي قياسها 192 ميليم على أربعون سنتيم في الوسط بهذا الشكل ثم بعد ذلك قمت بتشبيت القطعة ثم انتهيت من تركيب الديمون طابل في جميع القطاع الآن سأقوم بتجميع الدولاب وضعت القاعدة بهذا الشكل ثم قمت بتشبيت الجانب الأول بعد ذلك الجانب الآخر ثم القطعة التي ستكون في الأعلى وقياسها 50 سنتيم على 2 متر قمت بتشبيتها من جهة واحدة بهذا الشكل وقمت بتركيب القطعة التي ستكون في الوسط وقياسها 192 ميليم على أربعون سنتيم قمت بتركيب القطعة الأولى بهذا الشكل ثم القطعة الثانية أيضا بنفس الطريقة واحتجت أيضا إلى قطعة قياس 190 سنتيم على خمسة سنتيم سأقوم بتركيبهم في القطعة التي قياسها 190 سنتيم وإثنان ميليم على أربعون سنتيم في الوسط لكي أقوم بتركيب القونتر بلاكي عليهم قمت بحفر الأماكن للبراغي بهذا الشكل ثم قمت بتشبيتهم ببراغي قياس 3 سنتيم في الطول ترجمة نانسي قنقر بعدها قمت بقياس الكونتر بلاكي احتجت إلى قطعة قياسها 68 سنتيم وقطعة واحدة قياس 64 سنتيم وضعت الكونتر بلاكي بهذا الشكل ثم قمت بتشبيته ببراغي قياس سنتيم ونصف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قمت بتركيب هذه الأرجل في الأسفل احتجت إلى تمانية أرجل 8 الواحدة حوالي درهم كما تشاهدون قمت تشبيتهم بهذا الشكل طريقة سهلة وبسيطة بعدما انتهيت من تجميع هيكل الدولاب فهذا هو الشكل الذي حصلت عليه فبما أن الفيديو طويل فقررت تقسيمه إلى جزئين فهذا هو الجزء الأول غدا إن شاء الله سأنشر لكم الجزء الثاني من فيديو طريقة تصنيع الدولاب ترجمة نانسي قنقر